تحاطو مسألة التطبيع مع الكيان الصيوني في السودان بحرج بالغ في ظل الاختلافات الداخلية تجاه هذه الخطوة وضغوط أمريكية تدفع باتجاه التطبيع على غرار اتفاقي الإمارات والبحرين ترقب لمرحلة جديدة للسودان في علاقاته مع المجتمع الدولي قد يرفع فيها اسمه من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب على أمل رفع العقوبات المتعلقة بذلك فيما بعد ليتمكن من التعامل بحرية مع الاقتصاد العالمي لكن يبدو أن الثمن سيكون باهضا فبوادره بدت في تصريحات الرئيس الأمريكي ترامب الذي قال إنه على استعداد لرفع اسم السودان من قائمة الدول الداعمة للإرهاب بعد الموافقة على دفع ثلاثمائة وخمسة وثلاثين مليون دولار كتعويضات لأهالي الضحايا الأمريكيين الذين سقطوا في عمليات شهدتها إفريقيا عام 1998 وبحسب مصادر صحفية فإن الولايات المتحدة الأمريكية تنوي رفع السودان من قائمة الدول الداعمة للإرهاب مقابل إقامة علاقات دبلماسية مع الكيان الصيوني إلى أن رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك أبلغ وزير الخارجي الأمريكي مايك بومبيو أن حكومته لا تملك تفويضاً لتطبيع مع الكيان الصيوني بينما اعتبر إعلان ترامب رفع السودان من قائمة الإرهاب داعماً للانتقال نحو الديمقراطية في البلاد وأنه سيفتح الباب أمام إعفائه من ديون بقيمة ستين مليار دولار يجد السودان نفسه أمام ضغوط كبيرة وانقسام حاد حول تطبيع العلاقات مع الكيان الصيوني حيث بدى هدفاً طبيعياً لحملة الضغط الأمريكي مع جهود الخرطوم اليائسة لإزالة اسمها من قائمة الإرهاب وأصبح كبار القادة العسكريين السودانيين صريحين بشكل متزايد في دعمهم للتطبيع كجزء من صفقة سريعة مع واشنطن قبيل الانتخابات الأمريكية ما يعني أن السودان مقبل على اختبار حقيقي لمن يمثلونه سياسياً في مرحلة ما بعد الثورة التي أطاحت بنظام الرئيس السابق عمر البشير في وقت يسجل الجوع فيه معدلات مرعبة وصلت لنحو تسعة ملايين وستمائة ألف سوداني يعانون فقراً غذائياً حاداً بحسب الأمم المتحدة